طيب ده لأنه الأهل يا جماعة بصوا مكانته العالمية يعني احنا بنتكلم على تذاكر مباراة الأهل في كأس العالم للأندية والنهاردة رجعت بطولة أو رجعت بعثة الأهل من كأس العالم لكرة السلة رجال الأهل اللي شاركوا في كأس العالم في سنغافورة واحتل الفريق المركز الرابع عادت البعثة للقاهرة برئاسة الدكتور محمد شاوي عضو مجلس الإدارة اللي ترأس هذه البعثة واللي الحقيقة الفريق خسر مباراة الميدالية البرونزية أمام جولدن بولز الصيني بعد مباراة أعتقد كان من المأمول ومن المنتظر أنه لعبة الأهل تظهر بمستوى أفضل أو تحقق نتيجة تحقق الميدالية البرونزية لكن انتهت المباراة بفوز الفريق الصيني 81-74 كما فاز فريق فرانكا البرازيلي بكأس العالم للأندية على حساب أتليتو كوبون الألماني بس يا سيد زبراهيم علينا أن نفرق بين التوقع الواقعي والتوقع الذي يبنى على طموح احنا ابتدينا البطولة بداية رائعة جدا واستطعنا أن نقص بطل أمريكا خدنا يعني في حتة مش وقعية احنا تصورنا وانا قلت هذا الكلام تذكر وجبنا عشان نفهم والأستاذ محمد عبدالطولي بقال لنا هذا الكلام وانا قلت لك ساعة هتشوف البرازيلي مختلفة عن المباراة رغم أن المجموعة الثانية كانت فيها بطل ألمانيا اللي هي بالمناسبة بطل للعالم أبيها بسبوع يعني بتقول لك قرة السلة في ألمانيا عملة ازاي فالنادي الآلي لما عمل ماتش كويس قدام رغم من النتيجة كانت تبدو أنها فارغ 20 بونط لأنها تبدو نتيجة كبيرة ولكن قلت لك أن الفرقة دي مش سهلة وهي بشكل عام هتبقى الفريق الحصاني القس أو الفريق المرشع وستطاع أن يفوز بالبطولة احنا بقى جينا قدام الفريق الصيني محملين بأن احنا عندنا فرصة نكسب طموحنا نكسب آملنا نكسب ولكن هناك فريق آخر مش فريق هاين فريق الصيني مش فريق هاين ونتائج الصين في كأس العالم للأندي بيقول كده ايه احنا بكل المقييس استطعنا أن نعمل بطولة مش بطالة ولو كان التوفيق اللي يحالف بعض نجومنا على الأقل في السلاسيات الحاجات اللي احنا شفناها بإبداع في المباراة الأولى لكن هي كورت سلم مبنية على الحالة اللحظية وانت بتلعب سلاسياتك يتيجي ما تجيش لو جد بتبقى عن مستوى كنا حقانا كل النتائج اللي انت عايز فاحنا في كل الأحوال قدنا بطولة كويسة لكن ما كانش ينبغي أن ننسق ورحنا عشان سيد زبرين ما نحبط شي اه انا الخوف ان احنا لما بنتوقع زادة العزوم بجلنا أحباط اهم حاجة اشتراكنا في البطولة العربية هكونا عملي ازاي طيب على فكرة المردود الصحفي في معالجة هذه المشاركة واحتلال المركز الرابع على مستوى العالم ظهر يمكن هتلاقي في جارية الاخبار سلة الاهل تفرط في برونزية عالمية جولدن الصيني ينتزع الميدالية بالفوز 81-74 رغم البداية القوية لبطل مصر في المصر اليوم الاهل يخزر برونزية منديال السلة بعد اداء مشرف الاخمر في تقدمها على جولدن بولز الصيني والحزن يسيطر على البعثة واللاعبين الجمهورية قالت ضاع حلم البرونزية سلة الاهل تكتفي برابع العالم وموقع يلا كرة قال ضاع حلم البرونزية سلة الاهل تسقط امام جولدن بولز الصيني بمنديال الاندية ده يمكن كانت تعليقات الصحف والمواقع على ضاع فرصة الناس أنا يمكن لاحظت انه فيه تفاعل من الجمهور كبير جدا مع كرة السلة الاهلوية والناس يمكن لانه خلاص انت رحت كاس العالم لكرة القدم اخدت المركز التالت اكتر من مرة فبقت الناس خلاص عندها تأدير بالضبط وكان في المتناول يعني هو اللي طبع الناس ان ده كان في المتناول هنا النقطة اللي بنختلف فيها بقى مش معنى ان انا اللي عدت عالتالت ورابع ان انا اذا ما كسبتش يبقى لازم فيه تهاون ولازم فيه السهطار ولازم فيه اسباب والكوتش اللي كان يحظى بكل الثقة اخطاء وكانت في المفرعة عبارة عن ايه احنا بنلعب طالت ورابع العالم انت تسعى والمنافس يسعى وعلى عكس البدايات دايما كنا نبتدي مش كويس وننهي قوي احنا عملنا المطش ده بالعكس انت كمان المجهود اللي بزلته في هذه البطولة مجهود كبير انت واجهت فرق برا المستوى بكتير ايه انا ارجو وكنا نتمنى وكنا اه كنا ممكن نكسب البطولة طبعا البرونزية مؤكد بشروط ايه الشروط ايه انك انت يبقى يبقى مين يفضل على سلسيات الرائعة يبقى دفاعيا فرقنا زي ما كان في المبرارة الاولى يبقى كل لعبتنا بنفس الاداء خلي بالك انت لعبت والفرق قريتك زي ما انت قريتها يعني انت كمان انت بتلعب ضد فرق شافت انك انت فريق قد يحدث المفاجأة ايه فاصبحوا تاكتكين بنلعبوك ازاي والتوفيق بقى انت ايه يعني سلسيتين كانوا يدخلوك الجيم ده ايه مسئولية ايه ممكن يبقى المنافس ما اتحلمش الفرصة المريحة ان يؤدوا هذا الاداء خلينا نقبل على مضد على مضد انا كنت اتمنى وكنت مجاهز بقى نفسي تالت كرة و تالت عالم وكننا هنفرح ما حصلتش مش عايزين نحبط